صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلوم السلام عليك يا بنت رسول الله السلام على الصديقة الطاهرة والدرة الفاخرة السلام عليك أيها المظلومة الشهيدة السلام على المتهدة المقهورة يا ممتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابرا فجعنا بك يا زهرا يا يا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما لست تدري لم أحرق الباب بالنور أرادوا إطفاء ذاك النور لست تدري ما صدر فاطم وليا ولي ما المسمار وما حال ضلع هل مكسوري ما سقوط الجنين ما حمرة العيل وما بالقرط هل من ثوري ليش ما نسمع وني نمني ولا نسمع كلا إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئاء لو يا أسمى سافرت عنا وخلتنا عيتام والشهيدي صيح لتفاول ترى قلبي انكسى سالما ويا ريت يا ابن أمي كلامك لايكو فالها فالسلام وريت علتها تهون قال خو يومنا نحيلة وبهضها ضرب لمتو نسأل الله الظلع لمكسر من الزهر انجبا وين يا ابن أمي السلامة والجسد منها نحيل والظلع منها مكسر والصدر دمى إسين ظنتي يا نور عيني اليوم والليل أو تشيء والأسف ما وصلت العشرين خوي من العمر صاح تسمى يا أولاد المرتضى وروح الرسو ذا بقلبي مقدر أحشلكم يا ساداتي شقو لكن الحجر ادخلوها وعاينو حال البتو بالعجل ودوا لبوكم يا ظوا عيوني خبا المصيبة على الزهر يوم ديخ لو عاينو همددد نايمة نومة الموت أو ساد ماهي موسدد بلم صل وحق قلبي مزدل عليها الرد خروا عليها ومدامعهم تهل شبه المططط يقلها قعدي 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 يا مكسورة الظلعين يا ويلي يا ويلي والله قعدي يا مكسورة الظلعين ناديج يا زهرى ونحسين ما كانت العادة عن أولاد اجتصد يا قلب ذو موهي اليدمعي على الصاحة يفض انكسور الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير أمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم كتاب اليوم حتى أبناء الغرب أذعنوا واعترفوا بوجود هذه الحقيقة وإن كان هم في أدبياتهم ومصطلحاتهم لا يعبرون عنه بمثل ما نحن نطلق عليه فتارت أن يسمونه خارطة تكوين لأن ما معقول شركة ومؤسسة صغيرة لازم عندها خطة سنوية برنامج عملي تمشي عليه هل كون هذا كله جزاف؟ يعني ماكو نظام متقن يحكم عالم الوجود هذا غير معقول تسير تنتهي تلغي منذ عام 1990 عقدت مؤتمرات خاصة في إحدى الدول الأوروبية كان الهدف من ورائها كشف ملامح هذه الخارطة والوصول إلى ذلك الكود العالمي أو الصندوق الأسود في بعض التعبيرات يسمونه كل أسرار شفرات رموز عوالم التكوين مودعة في هذا الصندوق بحسب أدبياتنا وثقافتنا الإسلامية نعبر عنه كتاب قرآن كريم تكلم عنه في مواضع عدة هجيب غريب هالكتاب هذا ما ترك صغير كبير من الذرة إلى المجرة كل شيء أحصيناه في كتابه أصلاً ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يقول الله نخلق عنه سجلة مودعة من غرر الآيات القرآنية التي تكلمت عن هذا الكتاب قوله تعالى وعنده مفاتيح م مفاتيح مفاتيح جمع مفتح مفتح يعني مخزن خزائن الغيب كلها عنده تعالى شوفها ويعلموا ما في البر والبحر وما تسقطوا من ورقتين حتى ورقة من على الشجر مسجلة ذرات البحار قطرات الأمطار أعداد الأشجار كل شيء إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بعد اقرأ علينا آخر آية في سورة الرعب المباركة خطيرة جدا هذه الآية قوله تعالى وعين ويقول الذين ويقول الذين كفروا لست مرسل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم علم الكتاب كل مودع من هذا المطلع على أسرار هذا الكتاب والعالم بتأويلاته وحقائقه إذا قيلت عرفة شوف بدايات سورة آل عمران بحث موضوعي متكامل من جميع الجهات صفها كلها ويا بعضها بعض تطلع بفكرة تأسس إليك قاعدة تبني عليها في فهم معارف القرآن ومقامات أهل البيت صلوات الله عليه شنو يقول بداية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكي شون أنزل يقول إنا أنزلناه شي هو معلق فوق والله نزل إلينا هاكم اخدوه لا هذا احنا مسوينا بمطابعنا أوراقنا وهي صحائفنا وجلد وحبرنا وكاتبين بيادينا هذا مو نازل من فوق إنما هذه هي إحدى نشاءاته إحدى تنزلاته هي النشأة الكتبية الله يريد يتكلم إذن ما في لغة تتخاطبوا إيا الناس إلا عبر عملية ضغب وكبس وقولبة تلك المفاهيم الإلهية والمعارف السماوية وصياغتها في ألفاب أحين عد منتنزل معنا داخل اللافظ بتصير مشكلة المشكلة وين في اللافظ نفسه شوف ما وقعت عين السماء على هذه اللغة العربية بالخصوص واختارتها من بين سائر اللغات إلا لدسومتها لمرونتها لحركيتها فإنك تجد كل لفظ له معنى ظاهرة وأقول إليه معنى أظهر منه ومعنى أكثر ظهورا وهكذا دواليك صعودة في نفس الوقت إليه معنى باطن خفي ومعنى أخفى منه ومعنى أكثر خفاء وهكذا دواليك نزولة سبع إلى سبعين باطن في اللفظة الواحدة دلالات مراتب مستويات من يقدر يغوص في بطون هذه الآيات ويكتشف لنا معارفها ويبين لنا تأويلاتها منه يقول هذا الكتاب الذي أنزل عم بقسم على قسمين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن هيجود هالأصل مصدر أم الكتاب وأخره انزل له وش سويت لأنها الدوخة هاي محكمات متشابهات من وين صارت هالحالة هاي إنما ظهرت ظاهرة التشابه نتاج تنزل تلك المعارف وصياغتها في ألفاق واللفظ مرن يتحمل معاني عديدة حمال ذو وجوه كل من عليها فان ويبقى وجه يا الله عبد الله هاي وجه قالوا إليه وجه وبعد يعترف يقول وجه ربك وجاء ربك يد الله فوق أيديهم استوى على العال خلاص وجوه يومئذ جسموا مثلوا وصفوا حدوا سووا ليه شكل دائري وحطوا عوينات وآذان وركبوا ليه أيادي وقعدوا على كرسي واستوى على العرش وبيد عكازته وحوطوا علي ملائكته عادي يوم يخلوا اللحية وهم يشيلون ولعنا دارين حين وفيه لحية ودا حمية نار جهنم يوم يكشف عن ساق ينزلها وبرد أيوها والله صحيح البخاري يا بي وأي عقيدة ما جاي بيها من موسكو ولا ما أخذيها من غير بلد من القرآن نطلعيها بس كل يصيدون متشابهات يعني مش شابهة لف المعاني حيث قلت وجه أحد مصاديق الوجه هو هذا وجه الدائري بس مو من حصر المعنى فيه لا هناك مفهوم حركي فوقاني جامع مهيم على كل هذه المصادق ولذا نقول نحن على نحو الحقيقة للعناية ولا التجوز وجه البيت طفل أبو أربع سنوات يفتهم هذا المعنى ما يتخيل بيشوف يعني قرص دائري وما شاكل وجه الكتاب وليه ظهر بعد الكتاب وهم ليه بطن بطن يعني مثل بطن وبطن بطن يا وجيهتان هاي ويش يعني الجهة التي يتوجه بها إلى الله طبي تتوجه إلى الله تعالى هاي الوجيهة إنما سمي قرصك الدائري وجه لأنني أواجهك به هو هاي مواجهات مواجه تواجه الشيء أو تواجه الإنسان بمقاديم بدني أيه قال له واجه مو من حصر المعنى في هذا كل شيء تتوجه بيه سيواجه وجه البلد وجه البيت وجه الكتاب وجه الله كل نفس المعاني عن الجهة التي تتوجه بها إليه إذن نجذو على جماعة بس يصيدون من الشابهات قال فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغِ فَيَتَّبِعُونَ ويش ما تشابه لويش ابتغاء الفتنة وهي أكبر أنواع الفتنة أي يفتتن الإنسان في ربه لحيم معارفين مطمسين أم الحقائق أم المعارف معرفة الله ضيّعوا دنيا وآخر ولا بدلهم ولا بوصلهم إذا تريدت وصل لها تعالي وجهه هاي الوجود وجهاء معد وابتغاء تأويله وينكم وين وما يعلم تأويله إلا الله برسر الذين أوتوا حقائق هذا الكتاب ما يعلم تأويل متفسير تفسير يعني الكشف مثل نقول امرأة سافرة إذا كشفت سفرت اكشف الغطاء اكشف الستار التفسير التفسير هو كشف الغطاء عن هذه الخطابات القرآنية لبيان المرادات الإلهية هاي معنى التفسير أحين نحن نبغي درجة أعلى أرقى من التفسير فوق بعد ألا وهو التأويل تأويل يعني شنوه يعني الرجوع لأول الشيء من الأول لأنه مر بمرحلتين أكو مرحلة أولية سابقة ما قال كتابون أحكيمات أول شيء بعدين فصلت إحكام تفصيل كل شيء في الوجود هكذا مو بس القرآن لا ينوجد شيء إلا بعد أن يمر بهاتين المرحلة أول شيء يكون محكم مجمل مبهم شوف هالشجرة هاي عظيمة قدامك الحين أشجار أوراق أصون الثمار قل هاي ويش تنري ويش كانت بذرة حبة صغيرة الشيء الها بيدك أحين ما تشوفها كلها الشجرة هاي طال عمنا البذرة الصغيرة صدق إلقيها إلى الأرض إسقيها الماء لاحظ كيف تتفتق من داخلها فتظهر لك نبتة تكبر شيئا فشيء إلى أن تصبح شجرة عظيمة ضائبة بجذورها في الأرض تؤتي أكلها كل حين أحيك بإذ أوروح جيب بيضة أقول هاي شنو هاي شنو هاي حياة في داخلها صراع حراق تجاذب حركة تكاملية بين صفارها وبياضها لا تقول هاي ويش خلت تتكامل هالمخزون هالمعجون هذا لين تطلع إلى النشأة الثانية نشأة التفصيل تتقدر تتفصل تيجي كتكوت لين تصبح دجاجة متكاملة حتى الإنسان تحل لو شوف خمسين سبعين يمكن ثمانين كيلو طول بعرب هذا ويش كان نطفة بالله علي صغيرة حقيرة يستقلها الإنسان بعينه قل هاي شنو لا تقول هاي شنو هاي روح إنسانية ناطقة في داخل هذه النطفة مخزونة حين ما تشوفه إلا لازم يطلع يتقدر يتفصل يتجزأ من عالم الإحكام إلى عالم التفصيل يلا قدره سريع إذا ما تقدر لا يمكن أن يأتي تقدر طولة عرضة لونة شكلة زمانة مكانة ابن من وين يعيش وين يموت شي حصل ما يحاك كل مقادير هل أتى على الإنسان حين من الدهر دهر لم يكن شيئا ما كان مذكور نطفة لا اسم لا رسم لا شكل حتى أبو ما يدر عنه تازم يتقدر يصير لك مضغى على قومة جنين الين يطلع وهكذا الكون كله كلها الوجود هذا أيضا مر بهتين مرحلة كان محكما هذا الكون مخزون في خزائن الغيب ثم فصل قدر مثل سيدي على قوت الشباب شايف هالسيدي أبو دينا وهيقول هاي شنو هاي شنو هاي ملفات برامج الدنيا كلها مخزنة فيه لو تقعد عليه ستة شهر ما تخلصه السيدي هاي قرص مغنط حين عني مخزن فتح تقعد وفتح اشتغل عليه كان مخزون ثم فصل وقدر أحين احنا نشوفها كل شيء قدامنا مفصل واضح سماء أرض شمس قمر شجر بشر حجر ونعلم أن هذه الظواهر الكونية لا تنوجد إلا من أحد عناصر الطبيعة الأربعة خفيفان ثقيلا ماء هوى نار تراب بعد غير هاي ما ممكن لشيء أن ينوجد لا نحن نسأل عن مرحلته الأولى يعني في عالم الغيب في خزائن الغيب من أين وجد هذا الكون كله يعني ما هو أول شيء خلقه الله عز وجل في عالم قبل سماوات وقبل ملائكة ستار الظلم والعدم مطبق وقد تفردت الذات الإلهية بوحدانيتها تدري أول ما خلق الله شنوه خلق النور بالنور بالنور شق ستار الظلم والعدم الله نور السماوات ما هذا النور قدامك طاقة كهربائية شوي وتخلص لا تتكلم عن ذاك النور الحقيقي نور النور يا منور كل نور هي صورة النور خطيرة دير بالك عليه مفتتح الوجوه هذه قضية كلها فيها مثال نوره نوره مثل مو لله حاسب الله ليس كمثله شيء إنما المثل نور الله في الأرض للهاء يعني للضميع مسامع وأشرقت الأرض يقول بنور ربها يعني مدبرها مسؤولها مثل نقول رب الأسرة رب البلد رب العمل أي بعد الأرض عليها رب يعني من يتولى شؤون تدبيرها هذا يسمونه نور الله في ظلمات الأرض متلألع ما ينطفي إذا انطفوا كلها الظلم يريدون بس ما يقدرون ما عليك تحدي إلهي يقول يأبى الله إلا أن يتم نور أي نور هذا الذي خلقه الله عز وجل قبل خلق الخلائق ومن نوره الأقدس خلق كل شيء هذا النور هو نور نبينا الأعظم محمد ومن نوره الأقدس خلق كل شيء هذا النور أحجي مبسعد نحن لا تخافها حتى هم وابن العامة جابوا روايات عديدة في هذا المجال من جملتها إمام أحمد في مسنده ذكر رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري رواية ثقيلة شوي من روايات المعارف كانت تحملها يقول لي جابر أول ما خلق الله ما هو قال أنا شمدريني سايني الأسئلة هاي دوخني بيها أنا والبي على حالي قال أعلم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقني قبل خلق الخلائق بألفي عام ثم فتق منه نور علي هاي رواية سنية في مصادر القوم فتق منه نور علي فخلق منه العرش والكرسي ثم فتق منه نور فاطمة فخلق منها السماوات والأرض صلى على الله زهراء صارت زهراء ليش سموها زهراء هاي اللي زهراء هاي اللي نورت هاي اللي ضوات كانت ظلمة بنور وجهها مو احنا عايشة تقول كنا نستصبح في الليلة الظلماء بنور وجه فاطمة من تدخل الضوء علينا قرص وجهها ينير المكان هاي زهراء هاي زهراء يقول عنها النبي إذا قامت في محرابها أضاءت لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأهل السماء منهم عالم العلوي يعني ملائكة هي وجودات نورانية عشلون هاي الزهراء اتنور عالم النور سلام الله عليك يا فاطمة ايه ويش تحجي انت يا شدود خيكمل الرواية يقول ثم فتق منه نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم ثم فتق منه نور الحسين فخلق منه الملائكة والجنة اللهم صلى على محمد وآله محمد ويش تبي معا تحوشوا عليها كلها كل مقاليد الأمور بيدهم صلوات الله عليه يقول بكم 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 فتح الله يعني كانت مغلقة وبكم يختم اهناك كانوا كلهم نور واحد بعدين اتجزة اتفصل اتقدر هالأنوار كلها بزغت من وين من جامعة من مشكات الأنوار كلها ستبزغ منها أم الأيمة لهم ولهذا صارت هي حجة الحجة عليهم صلوات الله عليه كلهم نور واحد يقول أولنا أوسطنا آخرنا وما قاعد يعلمنا أسامي نعرف اسماهم ولكلهم محمد محمد لا إنما هذه إشارة للحقيقة النورانية أن كلهم كانوا نور واحد وكلنا محمد صلى علىه صلى علىه مثال نوره كمشكات هاي مشكات الأنوار اللي ما حد قدر عليها فاطمة لا فطمة فطمة على المعرفة ما حد يقدر سادة الخل أنبياء مرسلون ما حد قدر يشيلها شوف نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله احتمله الأنبياء بصريح قوله تعالى وتقلبك أما نور الزهر لا مباشرة من الجنة عصلا تركيبته مو مثل تركيبة نحنا البشر العادين نحن أكون نطفة وبويضة ويطلق قاح وما يشين ويطلع أما هذه لا نور وجدت من نور هاي مادتها الأولى اعداد اعتكاف اعتزال أربعين يوم حتى داخل خديجة هم وحزن بعثت عمار شوف القضية ايجا عمار قال لا بأس عليها يا عمار أخبرها أن هذا أمر الله أمر الله إلى أن تمت المدة عرج به جبرائيل إلى السماء وين وين إلى سدرة المنتا حقويش ياكل تفاحة ما فيه تفاح في الدنيا حتى تودي هاي الرحلة الخاصة ونزل وقت مغيب الشمس حزت صلاة رايح المسجد إجا الأمر من الله إلى دار خديجة يلا سريع خلص الشغلة خلص صلاة لاحقين عليها تقول خديجة سلام الله عليها غشاني رسول الله تلك الساعة فشعرت بالجنين يتحرك من حينه وإذا بوجه خديجة يشعبها وضياء والنور في غرتها وكل ما دخل النبي اسمعها تتحج مع من تتكلمين يا خديجة قالت الجنين الذي في بطني يؤنسني بالتسبيح والتقديس قال أبشر يا خديجة فإنها النسمة الطاهرة والدرة الفاخرة والخير الكثير الذي أعطاني إياه ربي ومنها سينتشر نسلي هاي تفاحة الفردوس هذه مقدومة الأملاك أم أيمن تقول الآن يجيك صحني الدار يشوفها نائمة لكن أعمال البيت قائمة على قدم وساق المطحنة تطحن وما أشوف أحد ومكنسة تكنس سبحة إلى جنب الزهرات تسبح الله وتهلله أشوف مهد الحسين يهتاز حسين يبكي وأسمع صوت يناغيه في مهده ولا أرى أحدا إجت مسرع يا رسول الله بل أم أيمن ما ورأك قالت رأيت العجب العجاب من أمر فاطمة أعمال البيت كلها قائمة أم أيمن أو تعجبين من أمرها هذه مخدومة الأملاك ذاك جبرئي ميكائي ملائكة الله الجليل تهبط لخدمتها وأعجبين وأعجبين مهبط الملائكة منزل الواحي والتمزيه عتبت باب رسول الله ويش سواه ويش سواه يا رسول الله ليتك حاضر والله عجب تاريخ إذا تقرأت حطيدك على رأسك لم يزل الجسد الشريف غضا طريا في قبره والنداوة على القبر الطاهير وإذا بهم قد انتهكوا حرمة نبيه يا ولي وروعوا حليلتا يا علي وروح رسول الله التي بين جمه كسعوا أضلاعها لطمهوا عيونها سقطوا جنينها شباب شباب يا حبيبي ثمانية عشر سنة والله حساف عليه شباب شباب كسعوا يا أخوة يا أخوة والي بقية مُعظمت الرأس مُحْمَرَت العَيْن تِعِلُّ لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا تتقلب عاد إذا مالت الجانب الأيمن قالت آه وهو ظلع فإذا مالت على الجانب الآخر نادت آهناه وجنين إلى أنصار مثل هذا اليوم أقصر روايات بعد أزيد معاشد 95 جمعت عندها أولادها نادت عندي يدنوا يا أولادي ودعوني وتزودوا مني قبل لا تفقدوني ودي أقبلكم قبل لا تفارقوني يحفظكم الجبار يا حلوين لطباع حسن عن يمينها حسين عن شمالها وكو طفلة صغيرة جالس عندها رجليها نادت عندي يدن يا أبو محمد بشوفك ما قبل شفافك وبا قلب جفوفك جني عاين بالسموم يخضر جوفك والله يعين اللي تشوفك حين لنزاع اسمع عاد هالأم الحنونة الحين مدت بصرها نحو ولدها الحسين قوم قوم تعال أبو علي على صدري عندي يدن يا غريب الغاذر عاد هدي بصرخها هدي بلاي صرخها مدت الزهراء يديها حلت أزرار قميص الحسين وكشفت عن صدري عندي يدن يا غريب الغاذر ودي أقبل من حرك قبل المنية وبا قبل الضلوع الترض أوصال كلي بكربلة تتوزع أوزع قامت قامت عند عجليها لطمت على صدرها صرخت زينبوه أحزين مدت بصرها الزينب ونادت عليها عندي وصية وديعة وقبليها في كربلة يا نور عيني تنفذيها لما نتشوفين السبط نادى بالوداع قد باقول لك الونا على الحسين غير ونا تصير زينب زينب عني ثلاث مرات قبلي منحر حسايا في الصدر ناب ونوب يا زينب باليدايا ولا الوديعة تصيح را تندفن هالحيا ولا اشوف جثتها الاخو تبقى على القاع اولادي قوموا الى مسجد جدكم خرج عنها اليتاما نادت فضة اخدي زينب وطلعي بها خارج الدار خرجت بها فضة التفتت اسماء اسكوبيلي غسلة تجلدت بابي وامي اغتسلت غسلها هذا اليوم على افضل ما يكون ثم لبست افخر ثيابي اسماء انا ادخل الى الدار بعد الساعة كلميني ان اجبتك وان لا فعل بي ان لي لاحقة بي دخلت الى محرابي اصلت ركعات رفعت يدي الى السماء ويدي الدار تعيش يا والي الهي بابي محمد وحزني عليه الهي بابي محمد وشوقي اليه وبعلي علي وحزني عليه الا ما غفرت للعصات من شيعتي الشافع الكبرى ثم اتجعت في محرابها وضعت كفنها عند رأسها تمددت بابي وامي وغطت الرداء على وجهها بعد ساعة طرقت اسماء الباب فلم تسمع جوابا اخذت تناديها يا بنت رسول الله يا بنت محمد المصطفى يا بنت من حمل الريوك باطراها في الرداء يا بنت من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى لم تسمع جوابه احس قلبها بالشر فتحت اسماء الباب نظرت الى الزهرى ممدد وقد فرقت الحل ماتا يا ايات وقلبها مملوء باللوعة والأس اعينك الله يا علي دي الله قوم عاد شينها لجنازها الحين غنس لها لكن بدموع عيني لفا في أكفاني رفعت الجنازة وبا اقول لك ها ما شيعوا الزهرى إلا في جو في الليل ما حد حاضر وصلوا بها الى المثوى الاخير نزل علي الى تلك الحفير مد يدي اتناول عاد مكسرة الاضل اتناول المظلومة الحدا في قبرها وانكب عليها بموت حسر عليها زهرى لا خير بعدك في الحياة وإلا ما أبكي ما خافت أن تطور حياتي حتى تصفغ شفير القبر بمدامع عينها يصفغ بكف علىك يا مغيبة عن عائلتك وسط الدراي قعدي وشوفي وعسب الحسنين شاية من عقب عيني جحلة عليا المصاية فارقة وشماتة وعيلتك بالدار يبجو زهرى لقلت باسا للحسن صيحني حسن وفرت وراي تعتفر فخر النسا ويتقول ودت البتولة يا علي ومن تنتح بزيانة بتخلي الكل محزو يلا عادة حيسمعني وانت زينب باشوف مدت زينب يديها اخذت الحسن من يديه وضمته الى صلة راحت وخلتنا ولا ندريش خبرها اسمع يا ما تقلبنا ولعبنا على صدرها ويا ما على الذرعان شالتنا ولمتو انكب الحسين على قبر امه نحب الحسين نحبك كانت روحه وتفارق بدنا قام عادي يحجو اياها اسمع وانت لحسين الحي امه ان كان ضلعك هشمته يد العيده فقد انسته هشمه في الطفوف ظلوعي حسين حسين اخذ البيت الثاني زهرايا ان كان محسن خر منك على الثرى فعلى يدي سيذبحون رضيعي يا فاطم يا فاطم يا مل بدور يا القبرج خفي من بيت لقبور جيب صدر لبنيج وكافور خبرج بصدر حسين حسين ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها حق الزهراء وأبيها وبعليها وبنيها والسر فرج عنا يا الله وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات وعن جميع المعتقلين والمبعدين والمجروحين فرجان عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إله انتقم لنا ممن ظلمنا وانتهك حرمتنا إلهي فك قيد أحبتنا أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين إلهي ارزقنا شفاعة الزهراء يوم القيامة إلهي اكشف هذه الغم عن هذه الأمة بجاه محمد وآله سراج الظلم جماعتي الحاضرين والمؤسسين بهذا الاستماع والاجتماع اللهم احفظهم من يلوذ بهم إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي للجميع هذا اليوم بالخصوص لشهدائنا الأبرار لا تنسوهم بالمغفرة والرحمة نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر